يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد مشاهدنا الكرام نحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا مجددا أيها الأحبة ما منا من أحد إلا ويحب أن يعيش هادئ البال مرتاح النفس ويحب أن يعيش مستقرا في بيته وبين أهله وأولاده لذا كان ينبغي لكل رجل منا كان أو امرأة وينبغي لكل زوج كان أو زوجة أن يبحث عن أسباب السعادة والاستقرار وأن يتمسك بهما ويعمل على تفعيلهما الله سبحانه وتعالى يقول أيها الأحبة يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ومدام أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لرسوله أن يتزوج هذا العدد من النساء وخصه بذلك من بين الأمة فلا بد من وجود حكمة وراء ذلك ومنها الحكمة التعليمية الحكم كثيرة سنحاول أن نذكر شيئا منها قال العلماء هناك الحكمة التعليمية في زواج النبي صلى الله عليه وسلم وخص عائشة وحفصه بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوم تزوج من عائشة وحفصه أراد أن ينقل للأمة كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل للأمة منهاجه في بيوته وسائر أحواله والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد تزوج من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي لا زالت بكرا تشريعا للزواج من الأبكار فتزوجها وأحبها ولاعبها وسابقها فمرة سبقت وفي الأخرى سبقها صلى الله عليه وسلم أيضا من حكم الزواج يقال الحكمة الاجتماعية فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة وسودة أم حبيبة رضي الله عنهن جميعا أيضا من باب الحكمة الاجتماعية كما ذكرت لكم هذه سودة أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا نراها تبحث عن راحته وعن سعادته أكثر من نفسها خصوصا يوم أن تنازلت طوعا لعائشة عن حقها في زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصد تنازلت عن ليلتها وكذلك من الحكم الحكمة السياسية كزواجه من صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ورحمته ورجاحة عقله وفطنته صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى قلوبهن بفضل من الله سبحانه وتعالى حتى كان ذلك سببا في إسلام أقوامهن فقد أخرج البيهقي عن ابن عمر أن صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى قلبي فقد قتل زوجي وقتل أبي وقتل من قومي تقول فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر إلي ويقول يا صفية إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل تقول صفية حتى رضيت وذهب ما في نفسي وفي السيرة الحلبية تقول أيضا حفصة تقول فما قمت من مقعدي ومن الناس أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحان الله كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحسن حواره وقوة حجته إقناعها وكيف استطاع أن ينقلها بفضل الله من الكفر إلى الإيمان ومن اليهودية إلى الإسلام ومن البغض إلى الحب حتى أنها قالت له في مرض وفاته إني والله يا نبي الله لودت أن الذي بكبي فغمز بها بعض أزواجه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت وكانت وكن أزواجه عنده صلى الله عليه وسلم صفية بلغ بها من الحب أنها قالت له أمامهن والله يا رسول الله ودت أن الذي بك من المرض هو بي تغامز بها بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تمض مضن قلنا من أي شيء يا رسول الله قال من تغامز كن بها والله إنها لصادقة فانظر أخي الحبيب أختي المباركة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق حفصه يوم أن بلغ بها من الصدق ما بلغ فبحسن معاملته ورقة طبعه ولين حديثه وحسن صنيعه كان سببا أن تحبه كل هذا الحب وروى البخاري عن أنس وأنا أذكر كل هذه الأحاديث وهذه القصص لنبين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينشئ أسرة صالحة متماسكة ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة البخاري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وصفية وراءه وهو جالس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها لتركب هل رأيتم تواضعا مثل هذا التواضع من سيد الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولو نظرنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في المشاكل التي تطرأ بين نسائه وفي أسرته لرأينا أنه كان يتعامل بأسلوب هادئ وبحوار راق يتدخل فيحل المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى فعن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت عنها بنت يهودي فبكت صفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فلما أخبرته قال إنك لابنة نبي يقصد موسى وإن عمك لنبي يقصد هارون عليه السلام وإنك لتحت نبي أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ففيما تتفاخر عليك حفصة يريد أن يواسيها ثم قال صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة أما خديجة وما أدرك ما خديجة رضي الله عنها وأرضاها فمنذ البداية كان الانسجام الفكري والنفسي يجمع بينها وبين زوجها سيدي رسول الله فكانت بمالها في سبيل الدعوة تواسيه وبكلامها تسليه إنه سمر رائع وحوار مفيد لا بد أن نجعل له مكانا بيننا وبين أزواجنا يجمع بيننا من أول لحظة النبي صلى الله عليه وسلم جمعه ذلك الخواطر وتلك الأماكن بينه وبين خديجة من أول لحظة نزول الوحي فنراه يتحمل بمنتهى الرضا وبمنتهى الحسن أن يجلس بين يدي زوجته عائشة في ليلة من الليالي رضي الله عنها وأرضاها يجلس بين يديها لتقص عليه خبر إحدى عشر زوجة جلسنا وتعاقدنا وتعاهدنا أن لا يكتمن شيئا من أخبار وأسرار أزواجهن وهو الحديث الطويل المعروف بحديث مزرع حتى إن إحداهن تكلمت عن زوجها في حديث سأسرده لكن أريد أن أبين منه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي والرسول والقائد السياسي الذي كان يجيش الجيوش ويستقبل الوفود كيف وجد لنفسه ساعة يجلس بها بين يدي زوجته ليستمع منها هذا الأخبار من أجل أن يدخل السرور على نفس عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عائشة تقص على النبي صلى الله عليه وسلم تقول قالت إحداهن زوجي لحم جمل غث فوق جبل وعر لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى وقالت أخرى زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وقالت ثالثة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما يعهد وقالت رابعة زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف ولا يلج الكف ليعلم البث وقالت خامسة زوجي غيايا عيايا طبقاء شجك أو فلكك أو جمع كل اللكي وهكذا حتى جاء الدور على أم زرع فمدحت مطلقها أبا زرع أعظم مديح فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي الحكمة التي أشرت إليها عند ذكري لهذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم على ما عنده من أشغال يصبر على عائشة ويستمع لكل كلامها ثم في النهاية يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي رواية إلا أن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق أيها الأحبة السمر والحوار وحسن الخلق وعدم مسادرة الجهود وإعطاء كل من الزوجين للآخر حقه في إبداء الفكرة وطرح الرأي هو أمر مستحب يجب أن يتقدم الزوج يجب أن يكون بين الزوج وزوجته مادم أنهما يعيشان في بيت واحد يجب أن يكون على منهج السلف رحمهم الله واسمعوا إلى شريح القاضي كيف بدأت حياته الزوجية وكيف استمرت عشرين سنة بنا منغصات ولا مكدرات ولا منكدات يقول الشعب رحمه الله يقول من أول يوم دخلت على امرأتي ورأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا قلت في نفسي أصلي ركعتين شكرا لله فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي يقول فلما خل البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أميه كما كنت ثم قالت إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على نبيه الكريم ثم قالت أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وبين لي ما تكره فأجتنبه ثم قالت فلقد كان لك في قومك من هو كفء لك ولقد كان لي في قومي من هو كفء لي ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت فاصنع ما أمر الله به فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك يقول فأجبرتني والله يا شعبي على الخطبة فقلت في ذلك أحمد الله وأستعينه وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكون ذلك حظك وإن ادعيته أو تركتيه يكون عليك حجة فإني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا ما رأيتي من سيئة فاستريها وما رأيتي من حسنة فانشريها فقالت له كيف محبتك لزيارة أهلي قال ما أحب أن يملني أسهاري قالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل بيتك فآذن له ومن تكره فأمنعه قال قلت بن فلان قوم صالحون وبن فلان قوم سوء قال شريح فبدت معها بأنعم ليلة مكثت معي عشرين عاما لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة وانظر هنا إلى كلام شريح رحمه الله يقول إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما يا ترى هل سنجد بيننا أسرة كأسرة شريح القاضي يا لها من حياة هانئة يا لها من عيشة راضية أن تبدأ حياة الزوجين بهذه الطريقة الجميلة وبهذه الكلمات الصادقة والمعبرة والوضوح التام وبهذه الأخلاق العالية حياة جعلت للمرأة مكانة في نفس الرجل لا يصادر جهودها ولا يسفه رأيها وعقلها بل يستمع إليها ويأخذ برأيها ومشورتها في أحلك وأشد المواقف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في موقف من أشد المواقف على رسول الله وعلى المسلمين وذلك يوم الحديبية حين يعني أعرض القوم أو اعترضوا على بنت قريش في العودة إلى المدينة دون عمره يعني بسرعه سلم قال نريد أن نرجع فكأن القوم كرهوا ذلك فأشارت أم سلمة يا رسول الله أن احلق رأسك واذبح بدنك فإنك إن فعلت ذلك قتدوا بك ولم يخالفوك وبالفعل كان ما توقعت رضي الله عنها وأرضاها وأنقذ الله الأمة من معركة غير مرتب لها في تلك المرحلة هذا نموذج لاستماع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي هذه المرأة الصالحة لا يكن دأبنا كدأب البعض شاوروهن وخالفوهن أبدا بل شاوروهن وخذوا بآرائهن إن كانت صالحة سديدة أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأعمال والأقوال وأن يجعلنا وإياكم صالحين ومصلحين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ترجمة نانسي قنقر